موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة الأخبار من السيديوهات قناة سهيل الفضائية نبدأها بالعناوين موسيقى رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة صياع الميليشيا الحوثية لقرارات شرعية دولية موسيقى الجيش الوطني يتقدم في جبهتي طور الباحة والقبيطة بلحج ويصل إلى مشارف الراهدة موسيقى تحرير مواقع استراتيجية في جبهة قانية بالبيضاء والجيش يواصل الزحف نحو السوادية موسيقى موسيقى استهل النشرة بسم الله الرحمن الرحيم استقبل رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي صباح اليوم في العاصمة المؤقتة عدن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة مارتين جريفث والوفد المرافق له وتطرق الرئيس هادي إلى واقع الصعوبات والتحديات التي تواجهها البلد نتاج تداعيات الحرب التي فرضتها الميليشيا الحوثية على وطننا ومجتمعنا وآثارها المدمر على الشعب اليمني وقال رئيس الجمهورية سنظل دوما دعاة سلام ووئام باعتبار خيارنا الدائم وانطلاقا من مسؤولياتنا الوطنية والإنسانية تجاه وطننا وشعبنا ومن أجل ذلك قدمنا ولازلنا التنازلات تباعا لمصلحة الأمن والسلام والاستقرار المنشود المرتكز على قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني واستعرض هادي خلال اللقاء تجارب الحوارات السابقة مع الانقلابيين التي باءت بالفشل لتعنت الميليشيات الحوثية لأنها لا زالت تمتلك السلاح الدولة المنهوب من المدفعية والدبابات وكذلك الصواريخ التي تأتيها تهريبا عبر ميناء الحديدة ومن البحر لتهديد أشقائنا في المملكة العربية السعودية ودول الخليج وأضاف الرئيس هادي لذلك نقول مجددا على الميليشيات أن تنصاع لقرارات الشرعية الدولية وتفك الحصار عن تعز وكل المدن وعن الوضع في الحديدة قال رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي أثناء لقائه بالمبعوث الأممي إلى اليمن مارتين جريفث قال إن معركة الحديدة هي جزء من المعركة الوطنية مع الانقلابيين في صعدة وصنعاء وتعز وغيرها وحتى تحقيق تطلعات شعبنا في السلام وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلاة وتسليم السلاح والجنوح للسلام باعتبار لا خيار غير لمصلحة الشعب اليمني وقال الرئيس هادي إن الرغبة في السلام ووقف الحرب ليست مجرد فكرة للنقاش بل هدف وغاية أكيدة بالتعاون مع الاشقاء في دول التحالف العربي ووفقا للمرجعيات الثلاث مشيرا إلى أن المتمردين الحوثيين اليوم يحفرون الخنادق في الحديدة ويقطعون الخدمات عن المواطنين بهدف المتاجرة والمزايدة بمعاناتهم التي يعبثون بها وتسويقها لمصلحة مشروعهم الإقصائي الظلامي إلى ذلك عبر المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين جريفث أثناء لقائه الرئيس هادي اليوم في العاصمة المؤقتة عدن عبر عن سروره بهذا اللقاء وزيارته الأولى لعدن بما تحمله من انطباعات إيجابية على كل المقاييس وذلك للوقوف على مسجدات الأوضاع وخطوات السلام وأفاقه المتاحة مثمنا الجهود الحميدة للرئيس هادي نحو السلام الدائم وتأكيده على ذلك وفق المرجعيات الثلاث وقال أشعر بالامتنان لترحيبكم ونحن على ثقة من جهودكم ومساعيكم الدائمة نحو السلام لافتا إلى إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن حول مساعي السلام الممكنة في اليمن مؤكدا على مواصلة بذل مساعيه في هذا الصدد مع مختلف الأطراف من خلال لقاءاته القادمة في مسقطة وصنعاء أحرزت قوات الجيش الوطني اليوم تقدما ميدانيا جديدا في جبهتي طور الباحة والقبيطة بلحج وذلك بعد معارك عنيفة مع ميليشي الحوثي المتمردة وتمكنت قوات الجيش من تحرير جبال الشعب بطور الباحة والجوازع بالقبيطة وصولا لمشارف مدينة الراهدة كما تمكن رجال الجيش خلال المعارك من اغتنام عدد من الأسلحة والذخائر وسط انهيارات كبيرة في صفوف الميليشي الحوثية الإرهابية وأوضح ملازم ثاني عبد الشعبي أو عبد الشعبي أحد القيادات الميدانية في الواء الرابع مشاه جبلي بأنه تم تحرير ذلك المواقع بعد معارك عنيفة مع ميليشي الحوثي وصمود أسطوري لأبطال الجيش الوطني دا مع عدة أشهر في جبال الشعب من جهته أشار الملازم مشير أحمد سالم الزفتي أحد القيادات الميدانية في الواء الرابع بأن عملية الهجوم التفافية ناجحة في جبال القحوص بالتنسيق مع جميع القيادات العسكرية وأضاف أن العملية العسكرية كانت بقيادة القيادية الميداني وفي الغبس في جبال الجوازع والقائد مجد مناضل في وادي شعب والقائد حسن سالم في القبيط وذلك بإشراف محافظ المحافظ القائد الواء الركن أحمد عبد الله تركي وقائد المنطقة العسكرية الرابعة وقائد اللواء الرابع مشاه جبالي العميد أبو بكر الجبولي والقائد العميد حمد شكري وعدد من القيادات الميدانية الأخرى في المنطقة ولمزيد من تسليط الضوء على آخر مستجدات معارك القبيطة ولحج ينضم إلينا عبر الهاتف الإعلامي في جبهة القبيطة عزام فاروق مرحبا بك عزام عزام ضعن في صورة الانتصارات التي حققها أبطال الجيش الوطني في جبهة القبيطة ودحره للميليشيا الحوثية الإرهابية الحمد لله ندي بن عميدة المصالحة في هذا اليوم ويوم أمس كانت معارك غارية تمت الحمد لله ببيادة قائد جبهة القبيطة حسن فالن حيث تم اتعادة أغلب المناطق الغربية حيث يوم أمس كان اتعادة أهم التباب وهي كانت مفتاح لتحرير أغلب التباب في جبهة الشعب وكانت يوم أمس تبت خسم الأرب وهذه التبابة كانت مضلة على خطة باب فبحمد لله يوم أمس تم اتعادتها اتعادة كاملة وفي هذا اليوم تم معارك غارية في جبهة الشعب حيث تم اتعادة وفي هذا اليوم تم اتعادة بتيجة أهم جبهة الاستراتيجي حيث المناطق الغربة وفي هذا اليوم تم اتعادة وفي هذا اليوم تم اتعادة اليوم أغلب التباب في جبهة الميليشي الحوثية ما الذي تبقى من مواقع ما زالت تحت احتلال الميليشي الحوثية في منطقة طمرة وإن شاء الله يتم تحريرها في القريب العاقل ولكن الميليشي الحوثية اتعادة تعزيزها في اتعادة إلى منطقة التعبين ومنطقة البلغان وإن شاء الله يستحزيزها في اتعادة بالله عزم فاروق إعلامي في جبهة القبيطة شكرا جزيلا لك عذرا على تقطع الصوت وذلك من المصدر قال العميد حسن سالم قائد مقاومة القبيطة شمال محافظة لحج إن الجيش الوطني والمقاومة تمكنوا من تحرير مواقع مهمة كانت تسيطر عليها ميليشي الإرهاب الحوثية الإيرانية منذ اجتياحها للمديرية مؤكدا أنه تم وضع خطة عسكرية لتحرير ما تبقى من المواقع خلال هذا الأسبوع من بداية الأسبوع من يوم الجمعة تم بدأ بخطة العسكرية لتحرير ما تبقى من المديرية القبيطة وقد تم البدء بجبال موقر واتباب العنين السوق الخميس تم تحرير سوق الخميس تم تحرير جبال موقر والاتباب العنين واليوم نحن بصدد تحرير حسن الأرب الموجود خلفنا الآن يربط أو يقطع الطريق طريق الحنكة وإذن الطريق الواصلة إلى السوق الخميس شعب طور الباحة والطريق الراحة إلى ضمران الراهدة طبعا الموقع هذا يحتل أهمية كبيرة والسيطرة عليه تعتبر مرحلة ذات أهمية كبيرة لأنه يعتبر مثل الطرق ومن يسيطر عليه يسيطر على هذه الطرق كاملة نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يتم تحريره اليوم وتوصل قواتنا والسيطرة على المنطقة هذه وإن شاء الله نبدأ بالمراحل الذي بعدها حققت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران التحالف العربي حققت اليوم الأربعاء تقدما جديدا في جبهة قانية بمحافظة البيضاء وسط انهيار واسع وخسائر كبيرة في صفوف ميليشيا الإرهاب الحوثية حيث تمكنت قوات الجيش الوطني من تحرير منطقة السوداء وجبل قرن خرفان وجبل الخليقة الاستراتيجي وشعب الخميس والمصياد وموقع الشبكة وعدد من التباب التي كانت تتمركز فيها الميليشيا الحوثية في رأس حوران وصولا إلى منطقة اليسبل أولى مناطق الوهبية التابعة لمديرية السوادية جاء ذلك بعد معارك عنيفة خاضها الجيش الوطني ضد الميليشيا الحوثية الإيرانية منذ ساعة الصباح الأولى أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن خمسة وعشرين عنصرا متمردا إرهابيا من الحوثيين وإصابة آخرين كما تمكن أفراد الجيش من أسر خمسة عناصر من الميليشيا الحوثية واستعادة أسلحة وذخائر متنوعة ومعدات قتالية وفي السياق شن طيران التحالف العربي عدة غارات جوية دقيقة استهدفت مواقع وأليات للميليشيا الحوثية أسفرت عن تدمير عربة بي ام بي وتقمين ومدفعية للميليشيا إلى ذلك استشهد طفلان بانفجار أحد الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي بمنطقة الوهبية بمديرية السوادية بمحافظة البيضاء قصفت ميليشيا الإرهاب الحوثية بصواريخ الكاتيوشة على مناطق السكان في مديرية نعمان بمحافظة البيضاء وأفادت مصادر محلية إلا أن ميليشيا الحوثي قصفت بصواريخ الكاتيوشة على منازل وممتلكات المواطنين في منطقة الغول الأسفل بمديرية نعمان ما أسفر عن تضرر منزل المواطن عبد الله حسن المرغم العواضي بأضرار بالغة وتشن ميليشيا الحوثي الإرهابية قصفا عشوائيا بالكاتيوشة على مناطق مديرية نعمان بعد دحرها منها من قبل قوات الجيش الوطني الأسبوع الماضي ارتكبت ميليشيا الحوثي الإرهابية ارتكبت مجزرة بحق المدنيين في حي الربصة بمدينة الحديدة مساء أمس وقالت مصادر محلية إن خمسة عشر من المدنيين استشهدوا وأصيب جراء اطلاق ميليشيا الحوثي قذيفة على حارة الجعبلي بحي الربصة المتأخم للمطار شرق مدينة الحديدة إلى ذلك قالت مصادر عسكرية ميدانية في الساحل الغربي إن قوات شرعية نفذت اليوم الأربعاء عملية عسكرية مسنودة بقوات التحالف العربي جنوب شرق مدينة الحديدة وأضافت للمصادر إن قوات الجيش استهدفت رتلا عسكريا كبيرا وأن المعارك على أشدها قرب دوار المطاح فيما يواصل الجيش الوطني حشد آلياته في ثلاثة محاور وتأمين طرق وخطوط إمداداته تحسبا لأي التفافات من قبل ميليشيا الحوثي وسط خسائر فادحة للميليشيات في الأرواح والمعدات وأشارت المصادر لأن مقاتلة التحالف العربي شنت اليوم الأربعاء غارات جوية على تعزيزات تابعة لميليشيا الحوثي في منطقة الجراحي وجب الرأس كانت متجهة لتعزيز عناصر الميليشيا المنهارة بجبهة الحديدة وأكد مصدر عسكري استعادة قوات الشرعي السيطر على مناطق على منطقة الفازة في مديرية التحيطة جنوبي محافظة الحديدة بالإضافة إلى تحرير مركز مديرية التحيطة وأعادت تأمين الطريق الساحل الساحلي الذي يؤمن إمداد الجيش القادم نحو مدينة الحديدة ومينائها وكانت قوات العمالقة سيطرت على المنطقة وتقدمت في الساحل الغربي شمالا باتجاه مدينة الحديدة وقال مصدر عسكري إن معارك عنيفة دارت بين الطرفين خلال اليومين الماضيين من جهتها شنت مقاتلة الأبات التابعة للتحالف العربي غارات على تعزيزات للميليشيا الحوثية شرقي الفازة ومحيط مدينة الزبيد والجراحي وأسفرت الغارات عن مقتل 12 حوثيا وإصابة 14 آخرين وتدمير 6 عربات أشهد الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر نائب رئيس الجمهورية بجهود الأجهزة الأمنية في تأمين الممتلكات العامة والخاصة وحفظ الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة وإحباط العمليات الإجرامية والإرهابية وفي اللقاء الذي جمع نائب الرئيس بعدد من مدراء عموم وزارة الداخلية ومدراء الشرطة والأجهزات الأمنية بالمحافظات المحررة وبحضور وكيل الوزارة لقطاع الأمن لواء الركن دكتور أحمد الموساي تمت مناقشة المسجدات الأمنية وجهود تجويد أداء منتسب الشرطة وأكد الفريق علي محسن بأن الرجال الأمن هم سفراء الدولة ومن يجسدون أمنها ونظامها بحكم علاقتهم بالمواطنين وارتباط مهامهم بكل شرائح وفئات المجتمع مشددا على ضرورة الحزم والإقظة الأمنية العالية والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساسة بأمن وسكنة المجتمع ووجه نائب الرئيس الأجهزة الأمنية بجعل المناطق المحررة نموذجا مثاليا في حفظ الأمن وردع الجريمة قبل وقوعها وتأمين حياة وامتلكات المواطنين مشيرا إلى ما تعرضت له وزارة الداخلية ومؤسساتها من تجريف ومصادرة وإحلال من قبل ميليشي الحوث الإرهابية وتوظيف لما يخدم توجهاتها الطائفية العنصرية أكد وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية أن الدولة المركزية البسيطة لن تعود وأن سبب انقلاب الميليشي الحوثية وحربها على الدولة الاتحادية هو الاستئثار بالسلطة والثروة نتابع تحت شعار نحو خطاب موحد لدعم الشرعية ومساندة الجيش الوطني أقام مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة مأرب اليوم اللقاء الموسع الثاني للعلماء والخطباء والمرشدين بحضور وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية وأكد المشاركون على ضرورة تنسيق الجهود لتوحيد الخطاب الديني ومواجهة الشائعات والدعايات ورفع المعنويات لدى أبناء الجيش الوطني والمقاومة أين المسؤولي؟ أين هناك؟ حتى في بعض راحيان يقال لهم طيب أين الموجهات حتى للخطاب؟ سواء كانت من مزارة الأوقاف أو من السلطة المحلية لا شك أن هناك جهود ولا ينبغي أن تنكر لكننا في اعتقادي وأنا نتكلم بإسم المشاركين وأنا ألامس في الواقع أنه لم يرتقي الوضع إلى مستوى المستوى الذي يتناسب مع هذه المرحلة أنا أتمنى من جهته شدد وزير الأوقاف والإرشاد على دور الخطباء والدعاة في مواجهة الإنقلاب السلالي الذي قضى على كل القيم والأعراف المقدسة لدى الشعب وأضاف أن الخطباء والدعاة كانوا من أبرز الفئات التي استهدفتها ميليشيا الحوث الإنقلابية لتفرض أفكارها الفارسية الدخيلة على الشعب داس كرامة المسجد وكرامة الجامعة وكرامة المعهد وكرامة دور القرآن وكرامة العلماء عندنا إحصائية في وزارة الأوقاف والإرشاد ألف ومائتين عالم وداعية وخطيب من نزحوا وخرجوا من اليمن ألف ومائتين ومن هم الآن يقبعون في المعتقلات الحوذية ما يزيد على مئة وعشرين عالم وداعية وخطيب ومن هم الذين قتلوا ما يزيد على ستة وسبعين عالم وداعية وخطيب من جرى هذا الانقلاب الفاحش كما أكد عطية على ضرورة مواجهة الإرهاب بكل أصنافه وصوره لأنه لا فرق بينه وبين ميليشيا الحوثي الإنقلابية في استهداف أبناء الشعب واجب العلماء أيضا في هذا المقام مواجهة الإرهاب بكل أصنافه وأنواعه وأشكاله إذا كنا نشكو من الحوثي فإن الإرهاب الذي يهدد السلم والأمن المجتمع يجب مواجهته الإرهاب قتل الأنفس البريئة الاعتداء على مقدرات الدولة تهديد السلم العام تقويض الشرعية وغيرها من هذه الأعمال الإجرامية ليس مع اليمني اليوم إلا مخرج واحد الاستفاف صفا واحدا جميعا علماء وإعلاميين وسازة وقيادات عسكرية خلف الشرعية الدستورية لا يعترف العالم اليوم إلا بالشرعية الدستورية فقط واختتم اللقاء الموسع بعد تأكيدات وزير الأوقاف على العمل بجهد أكبر لوضع برامج وموجهات للخطباء والعلماء لتوحيد الخطاب الديني لدعم الشرعية ومساندة الجيش الوطني استقبل وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقي فتح اليوم طائرتين إغاثيتين تحملان سبعين طنا من المواد الغذائية والإيوائية والطبية إلى العاصمة المؤقتة عدن ضمن عمليات الجسر الجوي والبري والبحري الذي أطلقته دول التحالف الداعمة للحكومة الشرعية لقيادة المملكة العربية السعودية لإغاثة محافظة الحديدة وأشهد الوزير فتح بتدشين أولى عمليات الجسر الجوي لإغاثة محافظة الحديدة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ولفت وزير الإدارة المحلية بأن هذه الجهود تأتي في إطار التنسيق المستمر بين اللجنة العليا للإغاثة ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية واللهيئات المانحة في دول مجلس التعاون الخليجي مؤكدا أن هذه الجهود تحظى بتقدير وشكر من الحكومة والشعب اليمني اليوم دعونا في البداية من خلالكم جميعا نقدم كل الشك والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده لكل القهود التي تبذل من أقل إغاثة الشعب اليمني ودعمه سياسيا وعسكريا ويدولة الإمارات العربية المتحدة ولكل أشقانا في دول التحالف العربي اليوم نحن هناك ندش قسرا متكاملا بريا وبحريا وقويا لإغاثة الشعب اليمني والساحل الغربي بدأ القسر البر بـ 58 قاطرة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية واليوم نستقبل طائرتين إغاثية تحمل إيواء وتحمل أيضا مواد إغاثية ودوائية خلال الفترة القادمة سيتم وصول عدد من السفن الإغاثية ترسيخا للقسر البحري نحن نقول بأن كل القهود التي تبذل من قبل أخواننا في دول التحالف وشقانا في دول التحالف مرحبها ولهم كل الشك والتقدير الإشكالية الرئيسية هي الآن منع الميليشيات المسلحة للبواخر بدخول ميناء الحديدة من خلالكم ندعو العالم الوقفة قادة وعملية ضد ميليشيات المسلحة ميناء الحديدة مستعد لأن يستقبل مواد الإغاثية وبعد تحريره سيتحول إلى ميناء إغاثي متكامل ليس فقط لإغاثة الحديدة ولكن لإغاثة كل المحافظات القمهورية اليوم يصل الجسر من الجسورة الإغاثية التي تقوم بها مركز الملك سلمان بتوجيهات من خادم حرمين الشريفين اليوم والله الحمد يوصل الطائرتين تحمل تقريبا 70 طن من المواد الإغاثية والإيوائية والمخصصة لمحافظة الحديدة سوف يقوم بمركز بإذن الله بإرسال هذه المساعدات إلى المحتاجين في محافظة الحديدة بالتنسيق مع الحكومة الشرعية وأيضا مع اللجان الإغاثة الموجودة فيها وأيضا مع المحافظات الحديدة وبالإضافة إلى ذلك سوف يقوم بمركز بالتنسيق مع المنظمات المجتمع المدنية التي هي شريك له في تنفيذ هذه المشاريع وأيضا مع المنظمات الدولية لتحديد مناطق الأكثر تضررا وأيضا مناطق الأكثر احتياجا في محافظة الحديدة بسبب الظروف الأخيرة التي حصلت فيها التقى صباح اليوم اللواء الركن صالح الزنداني صالح قائد الزنداني نائب رئيس هيئة الأركان العامة بمقر هيئة العمليات المشتركة في العاصمة المؤقتة عدن التقى سعادة السيد بيتر درينين وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الأمنية وسيدة محسنة جعفري المساعد الخاص لوكيل الأمن العام وسيد جوهان جاكوبس مدير مكتب الأمم المتحدة للأمن والسلامة في اليمن الذي يزور بلادنا في هذه الأيام وأكد اللواء الركن صالح الزنداني أثناء ترحيبه بالوفد على ضرورة تعزيز التعاون الأمني المشترك بين القوات المسلحة ومكتب الأمم المتحدة ولجانها العاملة في اليمن مجددا حرص السلطات الرسمية والعسكرية والأمنية على حماية مقرات بعثات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية العاملة في البلاد مشيدا بالدور الإيجابي لها في تقديم المساعدات الإنسانية للمواطنين اليمنيين وما تقدمه من يد العون الإنساني لرعاية وإيواء النازحين المدنيين جراء الحرب التي أشعلتها قوات ميليشيا التمرد والانقلاب الحوثية وآثارها السلبية على حياة المدنيين العزل منوها إلى أنه من الخطأ أن يفهم الانقلابيون المتمردون في صنعاء وجود مكاتب لها هناك فهما خاطئا ويزيد من تطرفهم عن جهيتهم وتمردهم على شرعية الوطنية وإرادة اليمنيين عامة أشرتنا مستمرة وفيها ضبط ألفين كيلو من الحشيش كانت في طريقها للحوثيين بد توزيع ألفين طن من الأرز كمساعدات غذائية نظم مركز حق لدعم الحقوق والحريات بالتعاون مع البيت اليمني الأوروبي اليوم في العاصمة الفرنسية باريس ندوة حول الحالة الإنسانية في اليمن وتناولت الندوة التي أدارها الدكتورة إبراهيم العدو في أو العدو في سفير بلادنا لدى باريس بحضور سفير بلادنا لدى باريس الدكتور رياض ياسين عبد الله الوضع الإنساني في مدينتي الحديدة وتعز في ظل الانتهاكات التي تمارسها الميليشي الحوثية الإنقلابية المدعومة من إيران بحق المواطنين والوضع الراهن للحالة الإنسانية التي يعاني منها أهالي محافظتي الحديدة وتعز في ظل الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها ميليشي الحوث الإرهابية ودور جهود التحالف العربي في تقديم العون والمساعدات الإنسانية بإهالي الحديدة وتطرق وزير حقوق الإنسان محمد عسكر إلى الوضع الإنساني في مدينة الحديدة التي تعاني من حصار خانق منذ أكثر من عامين وما آلت إليه الأوضاع الصحية والمعيشية من تدهور خطير تسبب في وفاة العديد من المواطنين فضلا عن التطورات الخطيرة في مدينة الحديدة وما تمارس الميليشي الإنقلابية الإرهابية من جرائم بحق المواطنين نتيجة اتخاذ المدنيين دروعا بشرية وتدمير الطرقات وشبكات الصرف الصحي وقطع المياه بالإضافة إلى حملات مدهمات واعتقالات بحق المواطنين وأكد رئيس مركز حق لدعم الحقوق والحريات هاني الأسود إن هذه الندوة حدث استباقي لمؤتمر باريس عن الحالة الإنسانية في اليمن مستعرضا الحالة الصحية والمعيشية المأساوية في ظل تحويل المستشفيات والمراكز الطبية لتكانات عسكرية كما تطرق إلى وضع الطفولة في اليمن في ظل تجنيد ميليشيا الحوثي للأطفال والزج بهم في محارقها العبثية ندوتنا هذه في ظل التجاهل الدولي والإقليمي ومنظمات اللغاثة في غالبها للحالة الإنسانية في اليمن وخاصة في الحديدة التوتائز كما يعلم الجميع تعاني حاليا الحديدة من أزمة إنسانية حقيقية بسبب الحرب التي تفرضها ميليشيات الحوثي بمنعها تسليم ميناء الحديدة للأمم المتحدة وبالتالي زادت المعاناة السكان الحديدة بشكل كبير وخاصة وأن ميليشيات الحوثي تعمدت قطع الكهرباء والماء وحاليا أيضا وسائل الاتصال للإنترنت وبالتالي تزيد المعاناة الإنسانية في مدينة الحديدة وتستبق هذه الندوة مؤتمر باريس الذي يعقد يوم 27 هذا الشهر يونيو القاري وهي مقرد للفت أنظار العالم لوضع الحديدة وتعز إنسانيا وخاصة أن مدينة تعز أيضا تعاني بشدة مع حصار الحوثيين الخانق لها منذ ما يقارب ثلاث سنوات أولا نحن هنا كناشطين وحقوقيين في أوروبا وفي باريس بشكل عام نقوم بهذه النشاطات لتعريف المنظمات الأوروبية والإغاثية والإنسانية لكي يضغطوا على الحكومات من أجل الحالات الإنسانية الصعبة الموجودة الآن في تعز وفي الحديدة خاصة أن في الحديدة يعني بسبب الحار يعني أبسط مقومات الحياة معدومة فوالآن حصار خانق الحوثيين اللي يقوموا بحصار بحصار خانق للمواطنين واستخدامهم كدروع بشرية وكذلك زرع الألغام بشكل رهيب جدا أكثر من مليون لغم إلى حد الآن يعني هذا شيء كارثي جدا جدا وفي نشاط حقوقي مماثل نظم التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن ندوة في جنيف عن الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في اليمن في ظل احتلال الميليشيا الحوثية لبعض محافظات اليمن وفي الندوة التي عقدت على هامش الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان استعرض يوسف أبو راس عضو التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان استعرض تقرير حالة حقوق الإنسان في اليمن والتي قال إن البلاد لها سجل سيء فيما يخص حقوق الإنسان منذ عهد النظام السابق مشيرا إلى أن التحالف رصد يعمل على رصد وتوثيق الانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن وإصدار تقرير بشكل سنوي عن حالة حقوق الإنسان وعدد من التقارير النوعية الناشطة الحقوقية ليلى سرار أشارت إلى رصد ستمائة وتسعة وثلاثين حالة قتل وسبعمائة وأربعة حالة إصابة بين أوساط المدنيين والعسكريين جراء انفجار الألغام الأرضية التي زرعتها ميليشيا الحوثي في مناطق متفرقة من اليمن عضو نقابة الصحفيين اليمنيين نبيل الأسيدي بدوره كشف عن وضع الصحفيين في اليمن مقدما شرحا تفصيليا عن وضع الصحفيين والناشطين في اليمن وقال الأسيدي إن ميليشيا الحوثي مارست كافة أنواع الانتهاكات بحق الصحفيين والناشطين مؤكدا وجود ثلاثة عشر صحفيا ما زالوا في سجون هذه الميليشيا حتى اليوم بعد أن مورست كافة أنواع التعذيب عليهم ومنهم من تعرض للشلل النصفي والكلي وتم عرض فيلا مثائقية عن إنتاج التحالف اليمنين لرصد انتهاكات حقوق الإنسان بعنوان اليمن حقول الموت والذي يحكي قصة زراعة الألغام في اليمن قبل ميليشيا الحوثي وكذلك قصص ومقابلات مع ضحايا الألغام في اليمن ضبطت الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب أكثر من ألف كيلو جرام من الحشيش والمخدرات خلال الشهرين الماضيين كانت متجهة إلى ميليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء وتعكس هذه النجاحات اليقظة الأمنية العالية التي يتمتع بها رجال الأمن في مأرب نتابع تستمر جهود العصابات المتاجرة بالحشيش في سعيها لتدمير المجتمع من خلال ترويجها لتلك السموم وتستمر معها جهود الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب في تعقب تلك العصابات وإحباط مخططاتها عبر عمليات نوعية يقوم بها رجال الأمن لضبط كميات كبيرة من الحشيش كان آخرها ضبط 563 كيلو جرام من الحشيش في شاحنة كانت متجهة لأيدي الميليشيا الحوثية في العاصمة صنعاء تم بفضل رجال الأمن الميامين موت فمية من الحشيش في أحد النقاط الأمنية وعادها 563 كيلو حشيش كانت مخفية بطريقة وبأسلوب إجرامي ومخفي لكن ليست ببعيد على رجال الأمن فاكتشفوا مكان الحشيش في أسرع وقت وبذكاء أمن خارج وبرغم الحجم الكبير للكمية المضبوطة إلا أنها تأتي في سياق عمليات ممنهجة تهدف من خلالها الميليشيات الحوثية لترويج المخدرات كأحد المصادر المهمة للدخل بالنسبة لها حيث ضبطت الأجهزة الأمنية خلال الشهرين الماضيين أكثر من ألفي كيلو جرام من الحشيش كانت في طريقها للحوثيين بصنعاء تم ضبط كميات كبيرة من الحشيش في مداخل الحزام الأمنية المدينة من قبل رجال الأمن الأبطال نشكرهم على جهودهم الطيبة وهذه الكميات الكبيرة من الحشيش على فترة تقدر بحوالي أكثر من طنين كانت في طريقها إلى صنعاء الميليشيات والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى وجهود رجال الأمن تم ضبط هذه الكميات ورجال الأمن يقفوا بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن والسكرار للوطن بهذه المناسبة نشكر كل رجال الأمن على جهودهم الطيبة والمتواصلة كذلك نشكر أيضا تعاون بناء محافظة مارب مشايخ وجهاء وعيان كان لهم دور كبير ومشكورين على هذه الجهود ومشكورين على تعاونهم لما يحفظ الأمن الاستقرار يأتي ضبط هذه الكميات الكبيرة من الحشيش بتضافر جهود رجال الأمن من مختلف الوحدات الأمنية في مأرب ما يعكي سياقظة كبيرة وحسا أمنيا عاليا بدت ثماره في مثل هذه العمليات النوعية التي تصب في مصلحة الوطن وأمن المواطن محمد القليصي لقناة سهيل مأرب وقع اليوم بمكتب التربية والتعليم بمحافظة مأرب اتفاق طباعة الكتاب المدرسي لطلاب المرحلتين الأساسية والثانوية بالمحافظة وخلال توقيع الاتفاق مع المطابع قال الدكتور علي العباب مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة إنه وبدعم من السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة الشيخ سلطان العرادة سيتم طباعة مليون واثنين وخمسين ألف كتاب مدرسي يشمل كافة الصفوف الدراسية الاثني عشر بتكلفة إجمالية تقدر بخمسمائة واثنين واربعين مليون وتسعمائة وستة وثلاثين ألف ريال بسم الله الرحمن الرحيم في يومنا هذا أوقعنا عقد لتباعة الكتاب المدرسي خاص بمحافظة مارب بما يقارب مليون ومائة ألف كتاب للصفوف من الصفة الأول الكتابي إلى الصفة الثالث تانوي بتمويل من الأخ محافظة مارب بما يقارب خمسمائة مليون وخمسمائة واثنين واربعين مليون كل هذه الجهود تبدل من محافظة محافظة خدمة اليابنان الطلاب الذين حرموا في العام الماضي خاصة في الفصل الثاني من الكتاب المدرسي وهذا حفاظا على أجيالنا من الانحراف ومن الذهاب إلى المناهج التي يحاول الحوثي أن يصدرها إلى كل المحافظات بفكره الملوث المستورد من الطائفية السلالية نحن اليوم نوقع هذا العقد وإن شاء الله سيبدأ العام الدراسي والكتاب المدرسي تواجد داخل المدارس بشكل كامل كل الشكر للأخ محافظة المحافظة الشكر أيضا موصول للدكتور عبدالله الأملس الذي بدل جهود جبارة لطباعة الكتاب المدرسي في العام الماضي ولكن للظروف القاهرة التي تمر بها البلد لم تستطع الوزارة لطباعة الكتاب هذا العام وتمت الموافقة من وزارة التربية والتعليم على أن يطبع مكتب التربية والتعليم بالمحافظة كتاب العام القادم وبإذن الله تعالى تتهيئة الظروف العام القادمة لوزارة التربية والتعليم بطباعة كتاب العام القادمة ونتمنى لأبنان الطلاب التوفيق والسداد وأشكر اطلع وكيل محافظة حضر موت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري اطلع على الاستعدادات فرع مكتب وزارة التربية والتعليم بوادي حضرموت والصحراء لاختبارات الشهادة العامة لصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2017-2018 والتي ستنطلق في الأول من شهر يوليو القادم وحتى الثامن عشر من ذات الشهر ووجه الوكيل الكثير خلال زيارة التفقدية لمكتب التربية والتعليم بوادي حضرموت والصحراء وجه بتهيئة كل الظروف المناسبة في كل المراكز الامتحانية البالغ عددها 45 مركزا في 12 مديرية من مديريات الوادي والصحراء داعيا مدراء عموم المديريات والمجتمع للمساهمة الجادة في إنجاح العملية الامتحانية وتذليل كافة الصعوبات التي تطرأ أثناء إجراءة الامتحانات وأكدا أن السلطة المحلية بوادي حضرموت ستعمل بكافة أو بكل طاقتها لتوفير الظروف المناسبة للطلاب والطالبات المتقدمين الامتحانات فيما أكد الدكتور محمد أحمد فلهوم مدير مكتب التربية والتعليم بوادي حضرموت والصحراء اكتمال الاستعداد لبدء العملية الامتحانية شاكرا وقوف ودعم السلطة المحلية بمحافظة حضرموت والسلطة المحلية بوادي حضرموت ومتمنيا التوفيق والنجاح لجميع الطلاب والطالبات دشنا وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقي فتح اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن توزيع المساعدات الغذائية المكونة من ألف طن من مادة الأرز والمخصصة للفقراء والمحتاجين في كافة محافظات الجمهورية والذي سيتم توزيعها بإشراف السلطات المحلية واللجان الفرعية للجنة العليا للإغاثة وذلك بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة الحياة للإغاثة والتنمية ومؤسسة البركة التنموية الخيرية والتان اسهمت في دفع تكاليف التخليص والتوزيع والنقل نحن في مؤسسة الحياة للإغاثة والتنمية نعتز بشراكتنا مع اللجنة العليا للإغاثة ونتقدم في هذه التغطية الشكر الجزيل للأستاذ عبد الرقي فتح وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة لدوره الكبير وحرصه على إنجاح ووصول هذه المساعدة من جمهورية الصين المتمثلة بألف طن من مادة الأرز والذي ستوزع إن شاء الله عبر مؤسسة البركة ومؤسسة الحياة بالشراكة على جميع محافظات الجمهورية لتصل إلى كل المحتاجين وإلى كل الفقراء بإذن الله تليها حملات متكررة إن شاء الله خلال الأشهر القادمة وطبعا من ذلك نشكر الحكومة الصينية التي دائما بجنب الشعب اليمني وبجنب الحكومة اليمنية لإيصال المساعدات وطبعا هذه الدفعة ضمن سلسلة مساعدات اللي هي وصلات اللي هي الدفعة الثالثة قد وصلت سابقا دفعة الأولى والثانية والآن الثالثة وطبعا الميزة في هذه الدفعة إنها بمشاركة منظمات المدني ومن خلالهم نشكر مؤسسة الحياة والبركة بدعمهم لمساند ذات اللقن واللغاثة والمشاركة في عملة التوزيع ودفع للتخريص البضاء وإيصالها لمخازن وتوزيع المحافظات نقدم كل الشوك والتقدير للحكومة الصينية رئيسا وحكومة وشعبا للشعب الصيني الصديق الذي اليوم نتواقد هنا لكن ندشن المعونات الصينية من الرز الصينية البالغ ألف طن بحدود أربعين ألف كيس رز موزعة على كل محافظات القمهورية وهذا يحسب للشعب الصيني استمرارية دعم هذه المساعدات ونستهدف من هذه الشحنات أيضا النازحين في محافظة مارب والنازحين في محافظة عدن والمستهدفين من الفقراء في محافظة تعز وكل محافظة موجود فيها احتياج حاولنا قدر الإمكان أن نعمل عدالة في التوزيع في هذه الشحنة ويشانا نستمر بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني مؤسسة البركة مؤسسة الحياة العديد من المنظمات التي ساعدتنا ونقدم لها كل الشك والتقدير في تمويل التخليص والنقل إلى المحافظات بالإضافة إلى منظمات المجتمع الشريكة التي استولى التوزيع في المحافظات بترشيحات واضحة من المحافظين قسرتنا انتهت وعود إلى عنوينها رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة انصياع الميليشي الحوثية لقرارات الشرعية الدولية الجيش الوطني يتقدم في جبهتي طور الباحة والقبيطة بلحج ويصل إلى مشارف الراهدة تحرير مواقع استراتيجية في جبهة قانية بالبيضاء والجيش يواصل الزحف نحو السوادية المزيد يمكنكم متابعة موقعنا على الانترنت سهيل دوت نت وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر واليوتيوب والتليجرام في أمان الله